فكر انه داود بداري على خطيطه عم بخبي على خطيطه فطبعا الرب ارسل ناثان اللي هو كان نبي في ايام داود ولما ناثان طبعا واجه الملك واجه داود الملك بخطيطه وحس داود بخطيطه اول جملة ذكرها امام النبي ناثان فقال داود لناثان قد اخطأت الى الرب وعلى طول ناثان اجاب هذا الجواب فقال ناثان لداود الرب ايضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت ما هو اجرة الخطيط لازم يموت بحسب الشريعة داود لكن بقوله قد نقل عنك خطيتك لا تموت في سموئيل التانس هاحة اتناعش ايه تلاتة عشر لكن على طول شو بقوله فالابن المولود لك يموت في ايه اربعة عشر ليه لانه تسبب في خديعة في كذب وفي قتل وهذه الاشياء التلاتة الرب بيكرهها كره يعني عميق